السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناتكم حديقة منزلية طبعا كما تشاهدون هذه بذور زهور اللؤلؤاء الأفريقية أو فكتوريا طبعا هذه هي البذور بعد أن جفت الأزهار تكونت بذور خضراء صغيرة ثم تحولت بعد أن نشفت إلى اللون البني طبعا هذا مع نهاية فصل الصيف طبعا هذه البذور جاهزة الآن لنقوم بتخزينها لنزرعها في فصل الربيع مع بداية فصل الربيع في الموسم القادم وحتى منتصف فصل الربيع نقوم بزرعتها في تربة خصبة وفي مكان مشمس طبعا زهور اللؤلؤاء الأفريقية زهور جميلة يغلب عليها اللون الأبيض واللون البنفسجي زهور دائمة تمتاز بكثافة تزهيرها تحتاج لضوء شمس مباشر لتزهر وفي فترة المساء تغلق على نفسها وتعاود التفتح في الشمس المباشرة في النهار كما ذكرنا زهور دائمة جميلة جدا مفترشة للتربة يمكن زراعتها في الحدائق وفي الممرات لتغطي مساحات واسعة طبعا الآن نقوم بجمع بذورها لزراعتها في الموسم القادم إن شاء الله هذا طبعا اللون الأبيض من زهور اللؤلواء الأفريقية ترجمة نانسي قنقر